سابقا تعلمنا أدوات الاستفهام تعلمنا كيف تيوز كيف تعلمنا ما وماذا تعلمنا كيف تيوز هل تعلمنا كيف تيوز أين تعلمنا كيف تيوز لماذا جملة اليوم طالب مع المعلم في الصف الطالب مع المعلم في الصف هناك مختلفة بين هذه المعلمة وماذا تيوز الطالب مع المعلم في الصف أريد أن تقوم بإمكانك في الفيديو وكذلك كما تستطيع خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون Learn Arabic Language مع Z كيف حالكم اليوم الأحد الأحد اليوم الأحد سابقا تعلمنا كما تعلم فقط المساء الخير المساء الخير والمؤنث والأمور ومثال يقوم بإمكانك في الفيديو المثال بالعربية يعني دولا اليوم سوف نحدث عن العدد سوف نحدث عن كيف تعلم كما تعلم الكلمة كيف تكون كيف تكون كمفرد أو كمثال أو جمع المهم هو نهاية الدرس الأخيرة الأخيرة الآن في مفرد لا يوجد نهاية الدرس يمكن أن يكون نهاية الدرس ولكن عندما يأتي المثنة يمكن أن يكون آن و يان آن آن في المفرد إذا كان مذكر يمكن أن يكون وانا وون أو يانا يين وإذا كان مؤنث يمكن أن يكون آتا لنذهب إلى المثنة الآن مفرد مثنة جمع مفرد مثنة جمع مثنة دول جمع جمع في المفرد معلم ومعلمة معلم ومعلمة في مثنة معلمان معلمين معلمة يعني أننا نتحدث عن المثنة مذكر دول أو يمكن أن يكون معلمتان أو معلمتين مثنة مؤنث مثنة دول مؤنث ومعلمة وكما ترى ، نغلقنا المثنة لأن تام ربوتة يمكن أن يكون في المدد من المدد يمكن أن يكون في المدد من المدد في جمع تام ربوتة protesting Metall تام ربوتة ستتغيب كمع مؤنث تام مفتوحة The ت لان تام ربوتة هنا معلمان معلمان أو معلمين أو معلمتان معلمتين معلمون أو معلمين جمع مذكر أو معلمات أو معلمات أو معلمات Now I want you to notice that we have معلمين and معلمين or جمع for مثنى it will be with فتحة معلي مين and for جمع it will be معلمين معلي مين it will be with كسرة Why do we have it like this? Don't worry about it even if you make mistake about this right now it's not important thing Just I want you to understand that we have آنا or يانا in مثنى and وانا and يانا وون or يين in جمع مذكر and آت in جمع مؤنث does it come with آنا or يانا we will learn this later don't worry about this right now just now learn this thing So I want you to understand that وون or يين or آت is like the S in English for plural So now we need to understand the concept of the ending letters of the words So in singular we don't have a specific ending as we said in مفرد in مثنى we have آنا or يانا in جمع we have وانا or يين in masculine and in جمع for مؤنث we have آت now we have this picture and we will ask ما هذه ما هذه the answer will be هذه سورة معلمين هذه سورة معلمين it's not معلمين it's معلمين because they are two so from this video just we want to understand that we have three things in Arabic we have مفرد singular مثنى دول and جمع plural in singular we don't have a specific ending in مثنى it will end with آنا or يانا whether it's مذكر or مؤنث in جمع it can end with وانا or يانا in مذكر and it will end with آت in مؤنث I want you in the comments to write the nouns which you know in Arabic if you can write them in مفرد or مثنى or جمع as you like